صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريعة دمعة الساكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة إن شاء الله فوزا عظيمة في الدنيا والأخ الأخ العزيز المخرج خليك وياي أريد من أنتهي من حديث الكساء اتقلل الأضوية والأنوار لدي فريد قصيدة للحسين أريد أقراها إن شاء الله في مطلع البحث إن شاء الله قالت مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها دخل أبي علي في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا هب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما ارفع صوتك أنا حارب وسلم لمن السلام وعدون وعدون لمن حضرهم ومحبون ومحبون لمن حضرهم سمع العالم أنا حرب لمن حضرهم وسلم لمن سلام وعدون وعدون لمن حضرهم ومحبون ومحبون لمن حضرهم ارفع صوتك أنا حرب لمن لمن حضرهم بارك الله بيك ومحبون لمن حضرهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل أين الشباب صوتنا لكل العالم يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء ولا أرضا ولا قمر ولا شمسا ولا فلكا يدور ولا ضحرا يجري ولا فلكا إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرئيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة ومعدن الرسالة هم فاطمة ومعدن الرسالة هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم أهل بيت النبوة وقال السلام عليك يا رسول الله ومعدن الرسالة هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم أهل بيت النبوة ولا قمران ولا شمسان ولا فلكا يدور ولا بحران يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إن ما يريد الله ليذهبا عنكم الريد ويطهركم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفاضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همى ولا مغموم إلا وكشف الله همى ولا طالب حاجاه يا الله اطلبوا حواجه ولا طالب حاجاه إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة قد اشتركوا في القناة دعوا في الدنيا